بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سنة محمد خاتم العنباء والمرسلين اليوم ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض على الماتريكس اوبراشنز يوزن ام باس اكسل طبعا ده جزء من كورس مادة انيواريكال اناليسيز في كورية الهندس المطارية بجامعة حلوان طبعا هنبدأ ال اكسل عادة جدا وهنبتدي نشوف ملف جديد اي ملف جديد طبعا احنا في البداية هنستعرض ازاي اقدر اعمل عملات المصفات يعني ممكن اختار مثلا دلوقتي هنا في الخلية ايه اكتب مثلا الماتريكس ايه دي ليه الماتريكس ايه طبعا انا ممكن اشتغل على خلية مثلا ايه قصدي على مصفوفة ثلاثة في ثلاثة اه ممكن اشتغل طبعا يعني اشتغل على اي على اي مصوفة ايكون لها معكوس طبعا كلنا عارفين المصوفة عشان يبقى لها معكوس لازم تكون مصوفة مربعة يعني عدد الصفوف يسوي عدد الاعمدة اه ده طبعا بسبب ان المعدلة نفسها بتاعت المعكوس مصوفة بيبقى فيها ترانسبوز فبالتالي لازم تكون ابعاد المصوفة اه قبل الترانسبوز او قبل التدوير تسوي هي هي بعد التدوير فبالتالي لازم تبقى المصوفة تكون مربعة طبعا احين تبقى ممكن تبقى المصوفة مربعة وممكن تحصل شوية مشاكل في حتة المصوفة ممكن يبقى لهاش معكوس وهندخل في موضوع حاجة اسمها ايجين فاليوز وايجون فيكتورز المهم يعني احنا طبعا بالنسبة لنا هنحاول بقدر الامكان دلوقتي نشوف الجزء الاول اللي هو ازاي نقدر نجيب معكوس المصوفة يعني حتة موضوع المصوفة التخيلية او ان يبقى فيه ايجين فاليوز فبالتالي دي هنخليها نرجعها الى محاضرة لاحقة تعالي نشوف مثلا هنا عندنا مثال بفرض ان عندي مصوفة زي كده مصوفة ايه زي ما انت شايف ثلاثة في ثلاثة واحنا عاوزين نجيب المعكوس بتاعها تعالي هنكتبها مع بعض طبعا لو انت عندك مصوفات اخرى انت تقدر انك تطبق عليها تعالي نشوف احنا قلنا هنا ثلاثة وواحد وواحد زي ما احنا شوفنا ثلاثة وواحد وسالب واحد احنا تبقى سالب واحد الصف التاني واحد واثنين وثلاثة والصف التالت ناقص خمسة ناقص ثمانية واثناشر طبعا المصوفة دي طبعا معمول لها يعني قصد معروف ان هي لها معكوس قبل كده جل عالين هستخدم اسمه او منف حين تبقى Moto طبعا دي بتبقى موجودة في الجوة ناجحة اعلم على المعكوس بتاع المنصوفة زي ما هشوفنا. هنا هسميها ايه? مسلا ايه? يعني اه مسلا ناقص واحد او خليها انفرس. اوكي? انفرس اف ايه? طبعا انا بعد كده هحدد المكان اللي هتبقى فيه المنصوفة. طبعا تبقى ثلاثة في ثلاثة. وهنا هكتب بيساوي. طبعا تبطي تظهرلك اللي هي الدوال اللي نقدر اشتغل بيها. طبعا زي ما تشايف هي انا هو ايه? الام انفرس. هدرب عليها دابل كلك. وبعد كده هو عاوز منك اخطار الاري بتاع المنصوفة الاصلية. واقف الاقص. طبعا اه خلي بالك انت تقدر اه زي ما قلتلك تجيب مصفات من عندك زي ما انت عاوز. طبعا واضح جدا اه ان المصوفة هو ده المعكوس. على فكرة احيانا اه يعني مثلا لو انت عاوز تسبيت صحة المعدلات بتاعتك. اعمل كده مصوفة قطرية. يعني مثلا لو انا عاوز اخلي مثلا اتأكد من صحة المعدلات بتاعتي. المصوفة القطرية هي الوحيدة اللي معكوس بتاعها هي ساو معكوس مقلوب الارقام اللي هي القطرية يعني. يعني فرضنا دي مسلا تلاتة ودي اتنين ودي مسلا اتناشر. يعني خلي الباقي كل صفار. اه خلي بالك زي ما قلتلك المفروض اللي اقترته هي مقلوب الارقام زي ما اهو شايف. ده مقلوب تلاتة ده مقلوب اتنين ده مقلوب اتناشر. اللي هو مية وخمسة وعشرين من الف. يعني قصدي اه يعني واحد على اتناشر واحد على اتناشر مش مية خمسة وعلى اتناشر هو واحد على اتناشر. اوكي. طبعا كده انت عرفت ان الفانكشن دي شغالها صح. تعال بقى نشوف لو انا مثلا عاوز اه اضرب مثلا مصوفتين في بعض. ماشي? طبعا اه يعني انا هرجع هرجع المصوفة تانية دي هرجعها لاصلها. طبعا ده احنا كده شوفنا المعكوس بتاع المصوفة. بفرض ان انا عندي هنا مصوفة تانية سميها ماتريكس بي. احنا عارفين كلنا الماتريكس بي عشان خاطط الضرب المفروض ان الانر دايمينشنز لازم يكونوا متسويين. يعني الانر دايمينشنز يعني لو انا عندي مصوفة تلاتة في اتنين. وعاوز لازم بتتضرب في حاجة مصوفة تانية يعني يكون بدايتها اتنين. مسلا اتنين في تلاتة اتنين في اربعة اتنين في خمسة. طبعا الناتج بيساوي يعني لو انا عندي مصوفة تلاتة في اتنين. هتتضرب مصوفة اتنين في اربعة. الناتج يطلع تلاتة في اربعة. خلاص? طبعا ده اللي احنا ايه? هدنعب كده في الماثماتيكس في السنين السابقة يعني يعني لو انت عاوز ممكن تخليها فيكتور لو انت عاوز تدرم مثلا مصورة في فيكتور ولا حاجة يعني دي حاجة بتاعتك زي ما انت عاوز انا هنا مثلا هفترض ان عندي مصورة 3 في 2 مثلا هنا 2 3 4 دي كده مصورة عدد صف 3 مثلا 3 5 6 زي ما انت شاك دي مصورة 3 في 2 ودي 3 في 3 بالتانية فايتضربوا الناتج بتاعنا زي ما انت عارف احنا قلنا دي 3 في 3 ودي 3 في 2 فالناتج بتاعنا هيطلع 3 في 2 كمام؟ يعني 3 هضيع مع 3 يضيعك الناتج في النهائي 3 في 2 يعني هيطلع المصورة هنا دي هسميها A في B هعلم هعلم مكان 3 في 2 اهو 3 صفوف وعمدين وهنا هيساوي في عندنا حاجة اسمها M-Malt برضو نفس القصة M-Malt اهو 3 صفوف M-Malt هنا عاوز منك هو 2 Arrays عند عاوز منك مصففتين عاوز مصففة A ومصففة B قم عا تدخل واحدة قبل التانية خلاص يبقى لازم تدخل ال Array الواحد اللي هي المصففة الاولى اهيه وبعدين هم دايس Enter طبعا احنا آسف مش Enter لازم تتعمل فصلة لازم تعمل فصلة اهو هون هو عاملك سيمي كولوم اهيه وبعدها هتختار المصففة B آسف ما كانتش Enter ولا حاجة وبعدك هتم ممكن تقفل قوس و Enter كده انت شفت ده حاصل ضرب المصففتين كده خدنا مع قوس المصففة وخدنا آآ ضرب ضرب مصففتين آآ احيانا بيبقى فيه تطبيقات كده على موضوع ال Inverse وموضوع المultiplication بتاع الماتريسيز مثلا ازاي تقدر تحل مجموعة معادلات في مجموعة مجاهيل زي المسال اللي قدامنا ده طبعا ده بيحصل كتر جدا خاصة في مواد الانشائية وخاصة في Structure يعني بعض المواد او المساحة او حاجة زي كده وفيها معادلات كتير محتاج انك انت تحلها آآ يعني مثلا لو انا عندي مجموعة معادلات زي كده 3x plus y minus z equal 10 و x plus 5y plus 3z equal 12 و minus 5x minus 8y plus 12z equal 22 it's required ان احنا نجيب الـ x y plus z نجيبهم ازاي زي ما قلتلك المنظر ده يكتب الصورة دي ax equal b حيصو الـ a هي مصروفة اللي هي المعاملات هتقول لي اي هي المعاملات بص كده معامل x معامل y معامل z يعني المصروفة بتاعت الـ a دي هتساوي 3 و 1 و نقص 1 اهي 3 و 1 و نقص 1 اللي بعدها 1 و 5 و 3 1 و 5 و 3 اللي بعدها نقص 5 نقص 8 نقص plus 12 اللي هم دول خلاص وبعدين الكلام ده هيبقى a اللي هي المصروفة اللي احنا قلناها نضروف x اللي هي المصروفة المجهيل ودي المصروفة النواتج اللي هي الـ b طبعا ده فيكتور اهو طيب انا عاوز تجيب الـ x يبقى هاضر بالطرفين في مينس a يعني يعني ايه في رمزة left يبقى هنا مينس a time is a كأنها راحت هتديك مصروفة الواحدة كأنها الواحد يعني راقم محايد ضربي فبالتالي هنا هتطلع x وهنا هتضرف في مينس a ماشي يبقى معنا كده ان الـ x تساوي مينس a time is b اهو اهو مينس a time is b طبعا سهلة جدا اذا انا محتاج اجيب معكوس معكوس مصروفة a بس ومضربه في b يديك الـ x على طول تعال نعملها احنا مرة فاتت جبنا معكوس ايه على فكر دي هي هي المصروفة بتاعتنا اهي اهي اللي هي دي دي المصروفة بتاعتنا اللي هي كانت ايه اعاوز اخلي مصروفة المصروفة هي بقى هي مصروفة النواتيك بتاعتي اه فبالتالي اه هخلي المصروفة بتاعت اللي هي بي ديت هي مصروفة النواتيك هنا كانت النواتيك عبارة كم 10 و 12 و 22 اغيرهم هنا 10 وهنا 12 وهنا 22 ودون امسحهم طبعا ده هيددينا اننا لازم اغير المعادلة من جديد اهو اه خلاص همسح الكلام ده وانا عندي دوت لهم معكوس المصروفة ايه طبعا انا عاوز اجيب ال x وال y وال z خلاص هغير المعادلة دي خليها المصروفة x x y z دي المصروفة z بتاعتي اذا انا مطلوب من ان انا اضرب ايه اضرب ايه ده يتضر الفدة طب ماشي تعال كده نشوف دي 3 في 3 ودي 3 في 1 يبقى الناتج هيدينا 3 في 1 ماشي يبقى هيبقى انا لازم معهم كده فيكتور زي كده اهو اهو كاتب يساوي اضرب م مالت تضرب مين في مين الاري الاولاني هم صفة x سيم كولوم المتجه التاني انا اسف اهو يساوي م م مالت اختار الاري الاول اهو وبعدين سيم كولوم ام اختار الاري ما عليش هو بيختارها من الاول نختارها احنا صح عشان احيانا هي ايه يبقى انا هنا هنا انا هقول له الام مالت اهو المصوفة الاولى هيدي هلاث سيم كولوم اه سيم كولوم اختار المصوفة بيه ايه في الهندسة مدينة باستخدام الاكسل زي ما قلت لك او استخدام الانالس زياني باستخدام الاكسل في القصة بتاعت الماترس الماترسيز تقدر تجيب معكوس مصوفة تقدر تدرب مصوفتين تقدر تحل مجموعة معادلات مجموعة مجاهيل طبعا الجماعة بتقع ترسز او الجماعة اللي هما بيشتغلوا ترسز مصوفات كتير دي الحقيقة تبقى تسهل لهم حاجات كتير جدا في ان هما يقدروا يجيبوا المجاهيل اللي هما عاوزين يجيبوها النهاردة الحقيقة بس المحاضرة خفيفة عشقات رمضان مبارك كل سنة وانتو طيبين النهاردة بس كان على القصة بتاعت الماترس الماترسيز اوبريشنز طبعا انت تقدر لو انت عاوز تقدر الام اهو احنا عندنا حاجات بتاعتنا اهي مش كده في حاجات تانية برضو فيها ام لحسن واحد يقول لك الام كلها لأ مش ام كلها نقصد انك انت تقدر تجيب قيم حاجات تتعلق بالقصة بتاعت المصوفة برضو اقدر ادوس على حتة بتاعت مثلا لو انت عاوز تجيب اكبر قيمة او اسف تجيب المصوفة مدور طبعا ده هيقلب المصوفة العمود صف والصفة عمود تعال نشوف اهو هنا انا عاوز الف المصوفة دي طبعا كل حاجات تتغير مش كده اهو هنا دي سميها الترانسبوز اي اهو او او اي تي طبعا المدور هيطلع هو برضو في 3 في 3 اهو كاتب يساوي ترانسبوز هو عاوز بتاعك اهو ام دايس انتر طبعا ده المدور الصف عمود بقى العمود صف اه طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا كده الحمد لله يعني عرفنا شوية حاجات جديدة انك انت تقدر اه يعني تجيب عمليات او يعني تعمل عمليات متعلقة بالقصة بتاعت المصوفات وتجيب مجاهيل طبعا سيادتك بقى شوف تطبيق اللي سيادتك هتشتغل به وتقدر انك انت ايه تنقي الحاجة اللي انت عاوز تعملها شكرا جدا كان معكم دكتور احمد سرع ابن حميد هندسة المطالة جامد حلوان شكرا جدا نهارده باسم مهاضرة بسيطة عشان شكرا جدا